دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الشبان المشاركين في المبادرات الشبابية المقدسية للبقاية من انتشار فيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة ودعا الاحتلال أن الشباب الذين بادروا إلى تعقيم عدد من المؤسسات والمرافق إضافة لتوزيع نشرات وتعليق منشورات توعوية بشأن البقاية من فيروس كورونا خرق السيادة الإسرائيلية على القدس على حد تعبيره واعتبرت الوزارة في بيان لها أن اعتقال المواطنين المشاركين في هذه الفعالية الإنسانية أتى في وقت تتكاتف فيه الجهود الدولية والإنسانية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا بعيدا عن كل الخلافات والصراعات ويشكل قمة إرهاب الدولة المنظم الذي تمارس سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في مدينة القدس معتبرة ذلك حربا على الصحة العامة للمواطنين الفلسطينيين